اشتركوا في القناة شير على وسائل التواصل الاجتماعي ودعوة اصدقائكم للمشاركة او المتابعة في هاي القناة وإلكوا كل الاحترام والتقدير طبعا اللي ما بيعجبه المحتوى يحط ديسلايك عادي جدا وما يتابع طبعا فيه سؤال بقولك انه شو مغزى ولادة القمر في برج الدلو او مغزى خلينا نحكيها مغزى ولادة القمر في البروج احنا بطبيعة الحال كل من وجد القمر في برج نحكي تأثيره على جميع الابرج ومعنى ولادته برضو بتعني نفس المعنى يعني لما ينولد بالدلو منقول انه الفترة هاي بتكون جيدة للتفكير والمفاجآت وإلى ما لنهاية لما يكون موجود بالحوت منحكي انه عايش بتركز على الروحانية وعلى الصلاة وعلى العبادة فلو رجعت وسمعت حلقة الأمس أو أول أمس وسمعت المقدمة شو مغزى وجود القمر في الدلو بتسمع خدها صياق ولادة الهلال ولكن اللي ما حدا بيحكي لك يا انه دائما ولادة الهلال هي جيدة للبدء بمشروع وبتحصل نتيجته إيجابيا أو سلبيا عند اكتمال القمر يعني لما تبدأ بمشروع أو بفكرة عند ولادة الهلال ممكن تحصل نتيجتها النهائية هي عند اكتمال القمر يعني بعد أسبوعين هذه النقطة بس يعني الموضوع مش موضوع معقد وما بحاجة انه الواحد يعمله حلقة ويضخم الأمور والرعب والمشاكل والمش عارف إيش هي تأثيرات بسيطة فعشان هيكي أنا ما بركز عليها بشكل كبير هي بتعطي انطباع هيكي عام على الشهر بشكل ضعيف جدا فعشان هيكي منقول تأثيرات ولادته هي اللي احنا منذكرها أساسا يوميا في كل حلقة منذكر أن القمر موجود في برج كذا تأثيره على جميع الأبراج بكذا وكذا 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 فلو رجعت حلقتين لورا أو اسمعت حلقة الأمس تحديدا أو اللي يبلو لما كان موجود بالدرو تسمع أساسا إيش تأثيره على الأبراج خلال فترة الشهر كامل طبعا ما رح يكون تأثير كبير لأنه بتغير ما رح يظل القمر موجود في نفس المكان ونفس التأثير ونفس الإشي طول الشهر بس بعطي انعكاس هيكي على طبيعة الشهر شو ممكن يحتوي بنسبة عشر إلى عشرين في المية السؤال الثاني في ناس بتسأل أنه بقول لك طيب أنا في حال وجود الكواكب أو القمر أو ضغط المكان أو ضغط الزاوية الطاقات والألوان والأحجار الكريمة هاي إلها حلقات يعني ما بنقدر إحنا نجاوب عليها بحلقة واحدة والألوان بتختلف يعني في مثلا نفترض برج الأسد برج الأسد الألوان اللي بتيجي من لون الأصفر المحمر اللي هو الأورنج البارد لغاية اللون الأحمر هاي ألوانه طيب الآن أنا أجيت في يوم مثلا إلو علاقة بنفترض يعني إلو علاقة بالزهرة مثلا أو إلو علاقة بالمشتري أو إلو علاقة بأي كوكب آخر طب هذا اليوم إلو لون لأنه كوكب هذا بتأثر بلون إيش اللون المناسب اللي ألبسه أنا فبيصير بداخل لونين مع بعض كلون مثلا من مكونات اللون الأحمر ولون آخر بنطبق مع الكوكب هذا فبتكون هيك أنت دمجت ما بين عنصرك وعنصر اليوم أو عنصر الكوكب فبيصير الألوان مناسبة لطاقتك رح نشرحها ورح أماليكم حلقات عنها إن شاء الله عشان تستفيدوا منها الأمر مش بالأمر السهل لأنه لازم تفهم أنت الكوكب وألوان الكوكب وتفهم اليوم ومرتبط في أي كوكب وتفهم أنت كمان الألوان وإيش الإيجابي وإيش السلبي وإيش الطاقات اللي بتدخل عليها وإلى ما النهاية فهي إن شاء الله رح نعمل لها حلقات خاصة فيها هي والأحجار الكريمة والأحرف والأسماء عشان الناس ما تدخل بدوامة الكذب اللي بيعد بيطلع إنه علم الحرف والرقم والجفر والأوفاق ومش عارف إيش وبنربطه في الرمل وبنربطه في مش عارف شو صحيح هاي أسماء علوم موجودة ولكن كل اللي بيحكوه تهويل وتكبير وتضخيم وجهد رح أشرح لكويا إن شاء الله بطريقة أبسط بإذن الله تعالى خلينا نروح على توقعتنا لهذا اليوم اللي هو توقعتنا اليوم السبت 13-2 13 شباط القمر طبعا موجود اليوم في منزلة المؤخر وهي للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر رح يمكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة 3-19 دقيقة من مساء يوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الرشا وهي آخر منزلة في الخارطة الفلكية وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح وبما إن القمر موجود اليوم بالحوت فتأثيره على جميع الأبراج بالفترة هاي بتلعب الناحية الروحية دور بارز في حياتنا منشعر بالضياع وما مننجح بالتركيز على موضوع معين منتدمر ومنكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ القرار الحاسم قسم كبير من الفاشرين في غرامهم بينزووا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة منقع في حبائل الغرام بوس عن التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور واقتناء للتصوير طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية راح تكون عندنا طبعا اليوم عندنا ثلاث زوايا فلكية الأولى بطيئة وثنتين راح يكونوا سريعات اللي هي سريعة يعني بتغطي طول اليوم بالنسبة للزاوية الأولى هي زاوية اقتران سلبي بطيئة بين عطارد والزهرة راح تكون في تمام الساعة سبعة وثمانية واربعين دقيقة صباحا وهاي بتجعلنا سريعي التأثر وحساسين للغاية بتخلق سوء التفاهم مع الأقارب وبرضو بتعمل نوع من أنواع النزاعات في علاقاتنا العاطفية بسبب الحساسية الزيادة أو التأثر أو ردات الفعل السلبية وبرضو بتعرض بعض الأشخاص لتعب أما بالنسبة للزاوية التي تريها ها هي زاوية تسديس إيجابية راح تكون بين القمر والمريخ وهاي راح تكون في تمام الساعة سبعة واربع وخمسين دقيقة مساءا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة اللي راح تكون هي زاوية اقتران سلبي بين القمر ونبتون راح تكون في تمام الساعة ثمانية وعشر دقائق مساءا بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا ومنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بما أن القمر راح موجود بالحوت فخلو المسار القادم راح يكون يوم الأحد أربعتاش اتنين راح يبدأ في تمام الساعة سبعة وثمانية وعشرين دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة ثلاثة وثلاثة وخمسين دقيقة مساءا لينتقل بعدها القمر لبرج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر القمر الهلال الجديد عمره يومين في تمام الساعة خمسة وستة وثلاثين دقيقة بصير ثلاث أيام نسبة الإضاءة بتصير سبعة في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب والطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم ثمنتاش اثنين منتحسه بنسبة خمسة عش في المية أما بالنسبة للقمر في الحوت حتى يوم أربعتاش اثنين منتحس بنسبة عشرة في المية عطارد في الدلو بيتراجع حتى يوم واحد وعشرين اثنين منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية الزهرة في الدلو حتى يوم خمسة وعشرين اثنين منتحس بنسبة خمسة عشر في المية المريخ في الثور حتى يوم أربعة ثلاثة منتحس بنسبة يعني نقول صفر يعني له منتحس وله إيجابي فعشان هيك نعتبره كأنه تأثيراته تيجي على وشك انها تكون صفر أما بالنسبة للمشتري في الدلو حتى يوم ثلاثة عشر خمسة منتحس بنسبة خمسين في المية زحل في الدلو حتى يوم ثلاثة وعشرين خمسة منتحس بنسبة عشر في المية أورا نصف الثور حتى يوم عشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسة عشر في المية نبتون في الحوت حتى يوم خمسة وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية أما بلوتوف الجدي حتى يوم سبعة وعشرين أربعة فهو سعيد بنسبة خمسة عشر في المية أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما أن القمر بوجود في بيت المتاعب فبتشعروا بنوع من أنواع الضغط نفسيتكم بتكون متقلبة الوسواس بسيطر عليكم حساسيتكم بتكون عالية بتجدوا أنه في نوع من أنواع الملل أو الحساسية للزيادة بتسيطر عليكم بالفترة حاولوا تشحنوا حالكم بطاقة إيجابية على أساس أنكم تتجاوزوا ضغط الفترة طبعا بكرة القمر راح ينتقد لعندكم فبتصير الأجواء إيجابية أكثر فحاولوا أنكم تمشوا هذا اليوم بطريقة روتينية أما بالنسبة للبيت الثاني الأجواء على المستوى المالي تقريبا بتفتح بعض المجالات اللي إلها علاقة بفرص مالية ومكاسب مالية الأجواء جيدة فمنكم راح يهتم ببعض المسائل المالية ولكن إنها هاي يعني الأموال بتجي عادة من عمل إضافي مستردات هبات بعض الأرباح وبعض الهدايا ولكن إنه برضو المصاريف بتزيد بالفترة هاي أو بصير فيه نوع من أنواع الرغبة بصرف الفلوس أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا يعني تقريبا البيت الثالث عفوا هنا بتخلي العصبية أو الحدية موجودة عندكم ردات فعلكم ما بنحذر عليها يعني في لحظة ممكن أنك تنفجر من الغضب أو تعصب أو تزعل أو تدخل في موجة عنيفة ضد الأطراف الأخرى وخصوصا لها علاقة في أفراد العائلة زي الإخوة أو الوالدين فعشان هيك ضبط الأعصاب المطلوبة لا تتسرعوا لا تتهوروا واضبطوا عصابكم أثناء قيادة السيارة وإذا عندكم امتحان أو مقابلة حاولوا تركزوا بشكل جيد دون الاعتماد على الحظ أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت بتفتح بعض المجالات الجيدة كلقاء عائلي أو الاهتمام ببعض المسائل البيتية أو العائلية وتكون جيدة ممكن تحققوا من خلالها بعض التآلف أو التقارب العائلي بشكل ممتاز وبرضو في نفس اللحظة بتخلي الوضع العائلي عندكم يعني أو البيتي جيد وممكن تحدثوا بعض التغييرات الممتازة بالنسبة للبيت الخامس طبعا بيت الأحبة وبيت الأبناء بيت الحضوض طبعا مش بيت مناسب اليوم لإلكم فعشان هيك منقولكم ضبط الأعصاب مطلوبة أثناء تعاملكم مع أحبائكم أو أبنائكم وفي نفس اللحظة حافظوا على ردات فعلكم وما تبلغوا بالملذات أو الحضوض أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة اليوم على مستوى أمور إلها علاقة بالعمل وإلها علاقة بالصحة بتعززوا نقاط قوة على مستوى علاقتكم بزملاءكم أو إنجاز بعض الأعمال وبرضو على مستوى الصحة الأجواء بتكون إيجابية أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى علاقتكم مع شركائكم المال أو العاطفي بتكون تحذروا من حدية الطباع والتقلب في المزاج اللي شوي ممكن يخليكم توجهوا بعض الكلمات اللاذعة اللي بتكون لأزواجكم وهاي شوي بتكون ضاغط عليكم بشكل سلبي وممكن تخلق خلاف أو سوء تفاهم ما بينكم وبين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة فاليوم ممكن تحققوا بعض المكاسب اللي إلها علاقة في وضع مالي معين أو الاهتمام بأموال مشتركة أو أوراق قانونية أو معاملات أو إشي إلو علاقة في ببنك ضريبة تأمين ممكن برضو تحلوا أمور إلها علاقة بالديون أو الأرباح ولكن إذا بدكوا توقعوا الأوراق حاولوا أنكم تقرؤوها وتدرسوها بشكل جيد بالنسبة للبيت التاسع طبعا اليوم على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد يعني شوية تكون حساسيتكم عالية وسوء التفاهم وارد ما بينكم بين أي شخص أجنبي أو خارج البلاد أو في مركز تعليمي مثلا أو على مستوى امتحانات أو مناقشات جامعية ممكن برضو يصير في خلافات إما بحرم الجامعة أو مع معلمين أو مع زملاء فعشان هيك ضبط الأعصاب برضو لازم يكون جيد اللي عنده سفر اليوم بده يتفقد كل أوراقه وموعد سفره وسيارته وبده ينتبه أثناء قيادة السيارة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة بتعزز العلاقة بشكل كبير ما بينكم وبين رؤسائكم بالعمل وبينكم وبين شخصيات مهمة أو مرموقة أو ذات منصب أو مثلا واسطة أو مع زملائكم بالعمل الأجواء جيدة بتدعمكم وممكن بعضكم يشارك في مناسبات أو مؤتمرات أو ندوات أو دورات تعليمية أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا ضاغطة على مستوى بيت الأصدقاء بتسبب لك بعض التوتر أو القلق أثناء تعاملكم مع بعض الأصدقاء أو سوء تفاهم أو انزعاج من صديق أو من معرفي فضبط الأعصاب مطلوب ما تصعد الأمور وما تزيده الخلافات أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا القمر لآخر يوم موجود في بيت المتاعب فطبعا هو التعب رح يسيطر عليكم اللي بشعر بأعراض غير اعتهادية بده يتوجه لفحص أو لعلاج أو مراجع الطبيب خذوا قسط كافي من الراحة ممكن تحضر الفترة هاي بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة وممكن تتجاوز مخاوف ما إلها أي أساس يعني بمعنى آخر لا تخلي الوسواس إنه يسيطر عليك بشكل كبير برج الثور بالنسبة للبيت الأول طبعا الأجواء أحسن من الأيام الماضية على المستوى النفسي أنت مشعوم بطاقة كبيرة رح تجد أنه حلفائك من الأصدقاء والمعارف حواليك بشكل كبير رغبتك بالتواصل والاتصالات قوية جدا ولكن برضو الطاقة عندك رغم أنها جيدة والحظ بيدعمك في كثير من المسائل إلا أنه برضو في نفس اللحظة بدك تكون حذر من بعض الأمور وتضبط حسسيتك وتقلب مزاجك أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي نجد أن المصاريف تقريبا أو الوضع المالي هو المرأرقك في الفترة هاي أنت بتسعى لإيجاد حلول مالية أو دعم مالي معين بالفترة هاي حاول أنك أنت تضبط مصاريفك بشكل جيد وحاول أنك أنت تستغل معارفك وأصدقائك لأنه هاي الباب اللي ممكن أنت تستفيد منه ماليا أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات عندك قدرة على النقاش والحوار وإيصال المعلومة والتحاور بشكل جيد يعني رغبتك بإيصال المعلومات قوي جدا بالفترة هاي على مستوى الامتحانات والمقابلات برضو بتحقق إنجازات رائعة ممكن يكون لك تعامل مع أحد الإخوة أو أحد الجيران خلال الفترة هاي أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت بتجد أنه في نوع من أنواع الضغوط إما الضغط له علاقة بمساء العقارية أو بالبيت نفسه من أعطال أو مشتريات أو التزامات أو خلاف معين ولكن الاهتمام لازم يكون واضح تماما وما تهمل علاقتك بأفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي ومستوى الحضوض الأجواء جيدة ودعميتك بشكل قوي جدا بتخلي الأحبة إنهم يلتفوا حواليك بالفترة هاي أو إنه يصير فيه قدرة للتواصل أو إثبات الذات معاهم وفيه منك رح يبدع فيه شيء علاقة في المجالات الفنية أو التجميلية أو حتى في الأمور اللي فيه الحظ بتطلب نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت السادس فمنجد الأمور على مستوى العمل أنه من كثرة الإنشغال ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال وما تقدر تنجزها بالكامل فعشان هيك ممكن تشعر بالتعب أو بالإرهاق في بعض الأوقات أو بعض التواعكات الصحية حاول أنك ما تهمل أعمالك صحيح أنه ممكن بعض الأصدقاء أو زملاء في العمل يساعدوك في المسألة هاي ولكن برضو الوضع الصحي يبدو بعض الرقابة أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراك الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة وبتعزز العلاقة ما بينك وبين شركاك يعني بمعنى شريك المال شريك العاطفي حتى علاقتك ما بينك وبين الزوج بالفترة هاي بينالها نوع من أنواع التقدير أو التآلف أو التقارب بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثامن فبنجد مسائل الأمور للأموال المشتركة ممكن تخضع لمحاسبة أو لمسائلة أو حتى لا استجواب على بعض المصاريف المالية أو حتى أنك أنت ترجع تعيد حساب بعض الأموال أنه هاي وين راحت أو وين صرفتها يعني بتدخل بحيرة أنه المبالغ الأموال المشتركة هي رح تكون علامة استفهم أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة جدا وبالنسبة للتواصل والاتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب أو حتى على مستوى أوراق قانونية ومعاملات قانونية بتدعمك بشكل قوي وممكن تعزز نقاط رائع جدا لها علاقة بالامتحانات أو بالمقابلات وتدعمك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى ببيت السمعة شوي بدك تدير بالك ما تشوه سمعتك ما تجازف ما تغامر ما تدخل بأشياء مشبوهة وبرضو ما تدخل بمواجهة مع رجال الأمن أو رجال القانون أما بالنسبة لبيتك 11 اللي القمر موجود فيه فاليوم بتنجطوا اجتماعيا وبتسعدوا في لقاء الأصدقاء منكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة علاقاتكم وصداقاتكم بتكون جيدة بسوءها التقدير والثقة المتبادل أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء الجيدة شيئا ما الفترة هاي ولكن دك تحذر أنه بكرة القمر رح ينتقل أو يبدأ بالانتقال لبيت متاعبك فرح تشعر ببعض الضغط رح ينال منك على المستوى الصحي على مستوى العمل فحاول تنجز كل شيء ضروري ومهم قبل بداية انتقال القمر لبرج الحمل برج الجوزة طبعا القمر موجود في بيت السمعة فعشان هيك شوي الأجواء بتكون ضاغطة عليك في بعض المسائل النفسية بتتقلب مزاجك أو بتقلب مزاجك بشكل كبير بالفترة هاي بتشعر بنوع من أنواع الضغط أو الاستياء من أدفه الأمور أو أبسط الأمور لأنه شوي انتحد بطبعك أو مزاجك بكون متقلب فعشان هيك بلك تضبط حساسيتك بشكل كبير بالنسبة للبيت الثاني الأجواء هنا جيدة على المستوى المالي فممكن تحقق بعض المكاسب المالية أو الأرباح من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم وفي منك ورح يهتم ببعض المسائل المالية أو استرداد أموال لا إله أما بالنسبة للبيت الثالث فهنا بدك تركز بشكل جيد على مستوى أمور لها علاقة بالتنقلات والاتصالات والحوارات حتى على مستوى السيارة أو على مستوى الهواتف اللي عنده امتحان أو مقابلة اليوم دي ركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض وينتبه على لسانه من بعض الكلمات اللي ممكن تكون جارحة أو تنفهم بشكل خاطئ أما بالنسبة للبيت الرابع الأجواء جيدة على مستوى البيت ممكن تهتم ببعض التصليحات أو الترميمات أو المشتريات العائلية أو البيتية أو تهتم بأحد أفراد العائلة بشكل كبير بالنسبة للبيت الخامس لألك هنا بتركز الأمور على مسألة عاطفية سوء تفاهم أو مشاحنة أو خيبة أمل أو حتى أنه ممكن أنك تذايق من تصرفات الشريك فعشان هيك أو الحبيب فعشان هيك يحاول قدر الإمكان تضبط حساسيتك واللسانك في نفس اللحظة وعساساً ما تنفهم بشكل خطأ وممكن يصير فيه مواجهة أو مسائلة ما بينك وبين أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على أمور إلها علاقة بالعمل فعشان هيك الأجواء جيدة بتدعمك فممكن تعزز بعض نقاط القوة اللي إلها علاقة بالعمل وإلها علاقة بالصحة الأجواء جيدة ودعمتك بشكل ممتاز حاول تستغلها بشكل إيجابي لا توطيد العلاقة ما بينك وبينز وملائك أو حتى لإنجاز بعض الأشياء المهمة وبرضو راقب وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فهنا دير بالك من أي كلام أو احذر من توجيه أي معاتبة أو بعض التصرفات اللي ممكن تكون مزعجة بالنسبة لإلك اللي إلها علاقة بالشريك أو إلها علاقة بالزوج فعشان هيك الفترة هاي بدك تضبط عصابك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة فاليوم ممكن تحصل بعض الدعم المالي أو تسترد بعض الأموال اللي لإلك الأجواء جيدة دعمتك بشكل قوي المهم استغلها بشكل ممتاز إما لطلب مساعدة أو قرض أو حتى لإغلاق ملفات إلها علاقة بالأمور المالية أو جدولتها أما بالنسبة للبيت التاسع فهنا بدك تحذر من أي شيء إلو علاقة بالامتحانات الجامعية أو المناقشات الجامعية أو السفر يعني بدك تنتبه أثناء سفرك حتى ردات فعلك أثناء تعاملك مع الأجانب أو زملائك في الجامعة أو حتى في الدورات يعني بمعنى آخر بيت العلم صعب شوي وحتى القضايا القضائية أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا القمر موجود في البيت العاشر فمنقول أن الفترة هاي مناسبة للي بيبحث عن عمل أو بيرغب بإدخال تعديل على طبيعة عمله الفترة هاي بتعززوا العلاقة مع المسؤولين وبتحضوا بشعبية وبتكون كل أعمالك سهلة وميوسرة وممكن تحقق نجاح شخصي ولكن بالمقابل بدك تراقب أنه ما تخلفش القوانين وما تشوهش صمتك أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا بتعزز نقاط لها علاقة بأصدقائك ولكن برضو بتخلق سوء تفاهم بينك وبين أحد الأصدقاء أو مشاحنة أو ردات فعل سلبية حول ضبط الأعصاب أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة شيئا ما ممكن أنه شوي تكون بحاجة لمراقبة وضعك الصحي أو الاهتمام بصحة أحد الأحبة أو المقربين لا إلك وبرضو أمور إلها علاقة بالتغذية برج السرطان طبعا الأجواء جيدة وحليفة لأيلك اليوم ولكن شوي أنا بشوف بما أنه القمر منتحس والشمس منتحسي فعشان هيكي بنقول أنه شوي رح تشعر بأنه الأمور مش ماشية معك كما يجب صحيح أنه الأجواء إيجابية ولكن ممكن الحظ يتخلى عنك في بعض المواطن أما بالنسبة للبيت الثاني فمنلاقي الأمور هنا على المستوى المالي أنه في ضغط مالي أو مصريف أو دفعات أو التزامات بتطلب منك الحكمة في إدارتها بشكل جيد ما تسمح للضغوط أنها تسيطر عليك بشكل كبير وخصوصا الضغوط المالية وابتعد عن صرف قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا تدعمك على مستوى النقاشات والحوارات وأنت اليوم مقنع بشكل كبير وكلامك بكون موزون يعني عندك قدرة على وزن الأمور وطريق الطرح المواضيع بشكل جيد حتى عندك شغف اليوم بالاتصالات والتنقلات والحوارات بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الرابع فمنجد أنه هنا الأمور على مستوى البيت ممكن يظهر خلاف أو نقاش أو مسألة عائلية أو بيتية شوي تحيرك أو تلفت انتباهك بشكل واسع أما بالنسبة للبيت الخامس فهنا زي ما حكينا أنه الأجواء الحضوض منقول لك شوي انتبه أنه ما تغامر بحضوضك بشكل كبير ولكن الأجواء العاطفي وطريق التواصل لك مع الحبيب جيد جدا خلال هذا اليوم وممكن يكون فيه أشياء لها علاقة بأحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على بعض المسائل اللي لها علاقة بالعمل ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو يظهر ملف شوي يكون صعب ما تقدر تنجزه بالكامل وممكن يصير فيه تعاون ما بينك وبين أحد الزملاء لإنجاز بعض المهام ولكن إذا كنت تراكم بوضعك الصحي ما في داعي للوسواس أن يظلم سيطر عليك بالنسبة للبيت السابع طبعا هنا بتتركز الأمور على بيت الشراكي الشراكي المالي والعاطفية علاقتكم جيدة اليوم ما بينك وبين شركائكم أو أزواجكم أو الخاطبين أو الأمور اللي إلها علاقة بشركاء المال يعني الأجواء جيدة ودعمة لإلكم بقوة جيدة الفترة هاي للتقارب والتواصل والمصالحة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا من قولك دير بالك على التوقيع على أي أوراق أو معاملات أو مغامرات مالية يعني بمعنى آخر بدك تدرس الأمور والعقود والأوراق بشكل جيد ما تكفى الحد ما تضمن حد وبرضو في نفس اللحظة صحة أحد الأحبة ممكن شوي تلفت انتباهك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بنقول لكم بما أنه ضغط القمر سلبي فكونوا أكثر صبر ووعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن ممكن تشعروا بقوة العاطفي أكثر لديكم أحلام بالسفر أو الاتصالات البعيدة والقيام بمشاريع كبيرة أما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة منقول لك دير بالك ما تجازف ما تغامر ما تحاول أنك تتهور وتدخل بأمور أو مسائل إلها علاقة بمثلا مغامرات كبيرة فضبط الأعصاب مطلوب وبرضو ما تدخلوا بأي مواجهات ممكن تشوه سمعتكم أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء هنا جيدة على مستوى العلاقات الاجتماعية بتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الأصدقاء وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بدقاء بعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فبيت المتاعب ضغط عليك فعشان هيك منلاقي الوسواس بشتغل بشكل كبير وحساسيتك بتكون عالي فما تتحسس من الأمور وما تأخذها بقياسات أنه الدنيا معك سيتك أو الأمور مش ماشي معك إيش حنحالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان ما تخلي الوسواس يسيطر عليك وانتبه لغذائك لأنه الأجواء بدها بعض المتابعة برج الأسد طبعا ما زالت الأجواء بسألوا موليد برج الأسد إنه ليش إنه الأسد تعبان بالفترة هاي أو الحوت والحمل أو هاته طبيعة وضعية الكواكب اللي موجودة موجودة يعني مقابلك تماما موجودة في الدلو وهاي بتسحب من الطاقة وبتعركس الأمور وبتخلى الحظ ما يكون داعم لإلك بالفترة هاي فعشان هيك هاي الفترة ضاغطة بشكل كبير على موليد برج الأسد صحيا ونفسيا وحتى بالحظوظ ما في حظوظ فبتجتهد عشان تحصل الأمور هذا سبب الضغط كمان وجود القمر في الحوت هو بيت متاعب الحمل اللي هو بيتك التاسع برضو بضغطك والقمر كان بالفترة الماضي كلها مقابلة إلك فالأجواء هي كلها ضاغطة من الفترة الجاي ابتداء من بكر القمر لما يدخل على الحمل بتلاقي الأجواء اتحسنت بشكل أقوى أما بالنسبة لتوقعاتنا اليوم أول إشي بالنسبة للبيت الأول عندك ما زارت الأجواء ضاغطة صحيح مش بضغط الأيام الماضي ولكن نفسيا مأذيتك يعني بتجد أنه عنصر الحيوية أو الطاقة ضعيف بتحاول أنك تغير الأجواء ولكن برضو فيه إشي سلبي بضغط على النفسية عندك أما بالنسبة للبيت الثاني الأجواء على المستوى المالي ممكن تحمل بعض الفرص المالية أو تحقق بعض الإنجازات المالية بالفترة هاي أو دعم مالي أو تحسن الوضع المالي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من الدعم أو هدية معينة أما بالنسبة للمصاريف فما نقول لك خفف مصاريفك فقط لا غير بالنسبة للبيت الثالث منجد أنه حتى بالنقاشات ما عندك رغبة للنقاش أو ما عندك رغبة للكلام طاقتك الداخلية حتى للحوارات مش موجودة بتبعد عن كل شيء يعني بتحاول أنك تنعزل شوي أو تكون لحالك لأنه برضو في حدية في طباعك أو كلامك ممكن يكون جارح أو لادع أو ينفهم بطريقة خطأ حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان تبعد عن النقاشات والحوارات وتنتبه إذا كان عندك امتحان أو مقابلة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت مسيطرة على الوضع صحيح أنت إلك رغبة بالإنعزال شوي وتكون لحالك ولكن حتى لو احتكت بأفراد العائلة بيكون احتكاك محدود ولكن بتعرف إم تتنسحل في نوع من أنواع اللي هي نقص الحرارة بالتواصل ممكن تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالبيت زي ترتيبات تصليحات أو مشتريات أو حتى واجبات عائلية بشكل كبير ولكن حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية لتعززها أما بالنسبة للبيت الخامس فمنجد أن الحضور الضعيفة عندك وفي نفس اللحظة حتى على المستوى العاطفي الأجواء مش قوية فمنلاقي أن الأجواء متوترة اليوم أو فيها نوع من أنواع البرود بالعواطف حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان على أساس أنه ما تسبب نفور في العلاقة ما بينك وبين الأحبة أو صدام ما بينك وبين أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل من قولك يعني الأجواء جيدة فممكن الفترة هاية فيدك على مستوى التقديم لطلبات عمل أو البدء بعمل جديد أو إنجاز بعض الملفات أو الأوراق المهمة اللي بتحاول أنك تنجزها وحتى على المستوى الصحي الأجواء أحسن من الفترة الماضية بالنسبة للبيت السابع فزي ما حكينا بيت الشراك المالي والعاطفي والكواكب كلها يعني الشمس الزهرة المشتري زحل موجودين وعطارد بتراجع برضه في نفس المكان هذا مكان ضاغط بالنسبة لإلك عشان هيك بنجد المتزوجين من مواريد برج الأسد في خلاف أو صدام أو نقاش أو ابتعاد أو برود عواطف أو عدم رغبة بالتواصل مع الشريك أو أعذار أو هيك مزاجية يعني فيه إشي دائما بدخل بالساحة بتحس أنه كأنه فيه نفور موجود هذا كله بسبب هاي الخبصة أو هاي المجموعة اللي موجودة في بيت الشراكة أو بيت الزواج عشان هيك بنقول لكم احذروا بإهمالكم أو احذروا من هاي النتائج لأنه ممكن توصل أنه الشريك ما يتحمل هذا الضغط أما بالنسبة للبيت الثامن فمنقول لك هنا القمر موجود فيه بتنشغله في عدد تنظيم ومركم المالية من جهة ثم فرصة لمكسب مالي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى ثم نفقات متصاعدة بيزيد اهتمامك بالأشياء الغامضة والروحانيات والكتب الخيالية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء هنا بتركز على أمور إلا علاقة بالسفر ما زالت الأمور محبطة شوي حتى أثناء تعاملك مع أشخاص من خارج البلاد بتجد أنه لهم فاهمينك أو لا أنت قادر توصل للرسالة يعني ما فيه أشياء بتعطلها إذا كان الأمر له علاقة بسفر فالفترة بسيطة القمر لما يوصل توضح لأمور أكثر إذا كان الأمر له علاقة بالامتحانات أو بالمناقشات أو الدراسة الجامعية بيقول لك ما تعتمد على الحظ بدك تدرس وتركز بشكل جيد وحاول إنك ما تعتمد على الحظوظ نهائيا أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة ودعمة لك على مستوى تقديم على طلبات عمل أو على عمل معين أو حتى على تعزيز العلاقة ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل بشكل كبير أما بالنسبة لبيتك 11 فبدعمك على مستوى بعض العلاقات أو الزيارات أو التواصل ما بينك وبين بعض الأصدقاء ولكن احذر من خلاف أو سوء تفاهم أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب الأجواء جيدة ودعميتك بشكل قوي اليوم حتى على المستوى الصحي والنفسي ولكن ممكن تهتم بصحة أحد الأحبة برج العذراء طبعا بما أن القمر موجود مقابلكم تماما فبتجد أن طاقتك ضعيفة بالفترة رغم أن الأجواء إيجابية في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالشراكة الزوجية والعائلية والشراكة المالية إلا أنه بدك تدير بالك على طاقتك طاقتك متقلبة بشكل كبير وتشعر أنه ما عندك قدرة على إنجاز كثير من المهم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي مصاريف وضغط مالي وبرضه قلق من وضع مالي معين بدك إعادة ترتيب لأمورك المالية بشكل جيد الفترة هاي بتحمل بعض المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات وحتى على مستوى الاهتمام بالسيارة أو بأمور إلها علاقة بالهواتف الأجواء جيدة ودعم لإلك بقوة وممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع ما زال في بعض الأمور اللي إلها علاقة بالبيت موتريتك أو بالشؤون العائلية فعشان هيك حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان وحاول ما تهم الأمور العائلية وقد ما بتقدر أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء جيدة وبتعزز العلاقة ما بينك وبين الأحبة وبتعمل تقارب جيد وبرضو بتفتح مجالات إلها علاقة بالحضوض أو الهوايات أو ممارسة بعض الأمور الأدبية أو الفنية أما بالنسبة للبيت السادس فهنا منقول لك تدير بالك إنه يتراكم العمل عندك لأنه طاقتك ضعيفة فممكن ما تقدر تنجز كل الأعمال بشكل كامل بالفترة هاي فتطلب منك التركيز بشكل جيد ونجاز بعض الأمور وما تخليها تتراكم وبرضو في نفس اللحظة يتراقب وضع صحي بتعلق فيك أو في أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا بتتركز جهودكم حول تعزيز شراكاتكم والأجواء مشجعة يعني تعزز علاقتك ما بينك وبين الزوجة أو العلاقات العائلية أو الشركاء لأنه الفترة هاي بسود نوع من أنواع الإنسجام والتوافق ما بينكم الفترة هاي برضو جيدة ومناسبة لإتمام خطبة أو زفاف أو توقيع على عقد إلا أنه بدك تحذر وادقق بالتفاصيل بسبب تراجعه طارد اللي إحنا بنقول أنه لا يصلح بهاي الفترة أي أمر له علاقة بتوقيع العقود والزفاف أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى الأمور المالية المشتركة شوي ممكن اليوم تقلق بسبب مالي أو وضع مالي معين أو محاسبي أو قروض أو ديون أو الأموال اللي اللي بتكون مش ملكك يعني أنت شريك فيها أموال الزوج زوجي أموال بنك ضريبة تأمين قرض هاي اللي ممكن تهتم فيها لأنه ممكن تظهر بعض الالتزامات عليك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة جدا على مستوى الاتصالات اللي بعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالامتحانات أو الدورات أو المناقشات أو حتى بحث عن مسائل علمية جيدة جدا أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بنجد الأمور على مستوى السمعة بنقول لك ما تغامر وما تجازف وما تهمل علاقاتك برضو وما تتأخر وتتغيب عن أعمالك أما بالنسبة لبيتك 11 الأجواء جيدة على مستوى الوسط الاجتماعي وهي بتعزز نقاط قوة للتواصل ما بينك وبين زملاء أو ما بينك وبين أصدقاء ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء هنا شوية بتقول لك دير بالك على أمور الصحة ما تهملها راحتك ما تهملها أعمالك ما تهملها وصحة أحد الأحبة ممكن يكون عليها علامة استفهم برج الميزان طبعا القمر الآن بلش يدخل مرحلة المقابلة فعشان هيك بتشعر أنه طاقتك ضعيفة بالفترة هاي شوي تجد أنه ما عندك طاقة كبيرة ووضع الصحي عندك شوي متقلب ما تخلي الوسواسة سيطر عليك حاول أنك تتحرك وتخرج للقاء الناس تغير من جوهات ما تخلي الملل يسيطر عليك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا بتركز على أمور العلاقة بالأمور المالية الفترة هاي بتحمل لك بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم أو بعض الهدايا فعشان هيك استغل الأمور المالية بشكل جيد بالفترة هاي فأنا هبتحقق لك مكاسب حلوة أما بالنسبة للبيت الثالث فمنجد أنه ما عندك رغبة للجدال والنقاش وبرضو ممكن شوي تطلع منك بعض الكلمات اللي تنفهم بشكل غلط أو تنفهم بطريقة أخرى مغايرة للإشي اللي أنت بدك تعبر عنه وممكن برضو يكون في حدية بالطباع من أطراف تضغطك بشكل كبير أو تخليك شوي تكون أو تنفر أو تتحسس ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار أثناء قيتك للسيارة بدك تركز بشكل جيد وحاول أنك تهتم بأجهز التليفون أو الكمبيوتر من بعض الأعطال أما بالنسبة للبيت الرابع الأجواء على مستوى البيت بتطلب منك الاهتمام الكامل ممكن تهتم اليوم بمشتريات أو ترتيبات أو تصليحات أو اهتمامات بجمعة عائلية أو اهتمام بشؤون العائلة بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الخامس فهنا منقول لك الأجواء طبعا بما أنه معظم الكواكب موجودة في البيت الخامس فمتقلب على المستوى العاطفي بشكل كبير ما بين إيجابي وسلبي ولكن وجود الشمس وسلبيته اليوم وزحل والمشتري سلبيتهم فمنجد أنه الضغط الأكبر على الأمور السلبية عالي فاحذروا من أي نقاش أو حوار عاطفي أو سوء تفاهم ما بينكو بين أحد الأحبة أو قلق على أحد الأحبة أو أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا بيتراكم العمل عندكم بدكو تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم نظموا ووجباتكم الغذائية وخذوا قسط كافي من الراحة ممكن تجدوا سهولة في تطبيق أعمالكم الروتينية أو المنزلية ولكن برضو بدكو تحذروا أن ما تتراكم الأعمال عندكم ممكن يبادر بعض الأصدقاء لمساعدتكم في أمر ما أما بالنسبة للبيت السابع فنجد لا أنه الأمور ضغطة على مستوى بيت الشراكي من سوء تفاهم أو خلاف أو حتى يعني شيء سلبي ممكن يكون ما بينك وبين الشريك أو بينك وبين الزوج حاول ضبط الأعصاب قدر الإمكان وما تخوضه بأي نقاشات أو حوارات حدي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتركز على الأموال المشتركة فممكن تحصل على بعض المكاسب أو الهدايا أو دعم معين إلى أجواء جيدة جدا بالنسبة للأمور المالية المشتركة حتى على مستوى القروض ومستوى المساعدات أما بالنسبة للبيت التاسع فاللي عنده امتحان أو مقابلة اليوم بدي يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضود إذا كان عندك سفر بدك تنتبه أثناء قيادتك للسيارة على الطرق المفتوحة وبرضو في نفس اللحظة ممكن يتأخر بريد أو مراسرة أو خبر يعني ما يجيك بالوقت المناسب فتنزعج الأمور إلا هالاقة بالسفر أو بالأجانب بالنسبة للبيت العاشر لأجواء جيدة وبتدعمك بشكل قوي على مستوى علاقاتك ومعارفك وبرضو على مستوى العمل فممكن الفترة هاي تكون مناسبة للتقديم طلبات عمل أو للعمل أو لا تدعيم علاقاتكم ما بينكم وبين رؤسائكم أو زملائكم بالعمل بالنسبة لبيتك 11 الأجواء هنا بتركز على بيت الأصدقاء فمنجد أنه في ضغط فعشان هيك بتحمل هاي الفترة سوء تفاهم أو نقاش أو حوار ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو تستاء من تدخله أو فرض حاله في حياتك أو تجاوز حدوده أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء منقولك جيدة على مستوى الصحة على مستوى أمور إلا علاقة بالتغذية راقبها بشكل جيد ممكن تهتم بصحة أحد الأحبة برج العقرب طبعا اليوم الطاقة شيئا ما جيدة دعميتك بشكل قوي وبرضه في نفس اللحظة بتلاقي حيويتك عالية جدا ومرغوب جدا من قبل الجنس الآخر بالفترة هاي عندك نوع من أنواع الحيوية والاهتمام بشخصيتك أو بمظهرك أما بالنسبة للبيت الثاني فهو أنا منقولك على المستوى المالي بتحمل الفترة هاي بعض المصاريف أو الأعباء أو الالتزامات المالية أو توتر من وضع مالي معين إشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان وابتعد عن المصاريف قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى النقاش والحوار وحتى على مستوى أمور العلاقة بالامتحانات والتنقلات والاتصالات اليوم عندك نشاط عالي جدا ورغبة بالتواصل كبير جدا حتى ممكن يكون لك علاقة مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت مشحون على المستوى العائلي فيه إشي ممكن يزعجك حاول أنك ترتب أمورك بشكل جيد ابتعد عن الضغوط لا تهمل الأمور العائلية وبرضه ما تبالغ بالمشتريات أو بالالتزامات البيتية أو تهملها أما بالنسبة للبيت الخامس فاليوم بتجتازوا بصورة عامة فترة إيجابية بتشعروا بقوة الحظ والعاطفة والأمور المالية بوسعكم هاي الفترة إنكوا تجربوا حظوظكم في بعض المسائل ممكن تقوي علاقتك العاطفية أو الفترة هاي ممكن إنها تعرف نوع من أنواع البهجة أو الانشراح أو حتى إنك تحاول إنك تخرج لقاء الناس أو تغيير الأجواء ويكون لك تعامل مع أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى الصحة شوي بدها نوع من أنواع الرقابة وعلى مستوى العمل ما تهمل أعمالك بالعكس بدك تحاول إنك تنجز أعمالك بشكل كامل ما تخليها تتراكم عليك أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي بتطلب منك اليوم إنك تستغلها بشكل إيجابي لتوطيد العلاقة ما بينك وبين الشريك وإنجاز بعض الأمور المهمة اللي بتتعلق فيك وفي الزوج أو شريك المال تحديدا بالنسبة للبيت الثامن الأجواء هنا بتركز على أمور إلها علاقة بالأموال المشتركة ممكن شوي تحتاج لبعض الأموال أو بعض الدعم أو حتى أنك أنت تبحث عن دعم لا إلك أو حل مسألة مالية معقدة شوي فبحاجة لدعم بعض الأشخاص لا إلك ممكن تهتم بأمور غيبية أما بالنسبة للبيت التاسع الأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالامتحانات الجامعية أو دورات أو بحث عن مسائل علمية أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة منقولك دير بالك ما تجازف ما تغامر ما تخالف القوانين ما تدخل بأشياء مشبوهة وفي نفس اللحظة خلي علاقتك جيدة مع الأشخاص اللي أنت بتتعامل معهم خصوصا رؤسائك أو زملائك بالعمل أما بالنسبة لبيت 11 فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء الأصدقاء أو يكون في مناسبات اجتماعية تسعد فيها بشكل كبير بالنسبة لبيت المتاعب منجد في نوع من أنواع الضغط عشان هيك منقولك لا تهمل صحتك لا تهمل راحتك لا تهمل تغذيتك حاول أنك برضو تهتم اليوم بأمور ممكن تتعلق في صحة أحد الأحبة برج القوس طبعا اليوم الطاقة عالية جدا عندكم ولكن برضو بتفتح خلافات عائلية يعني بمعنى آخر في عندك اهتمام رح يكون بالعائلة أو بأفراد العائلة أو مسائل لها علاقة بالبيت بشكل أكبر من المعتاد عشان هيك بتشعر أن الطاقة عندك في خلل فيها موجود حساسيتك عالية وبرضو ممكن هيك شوي تكون حاد الطباع أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة وبتدعمك بشكل قوي على مستوى مسائل لها علاقة بالوضع المالي ممكن تمجز بعض الأعمال أو تهتم ببعض المسائل المالية أو العائلية أو حتى مصاريف لها علاقة بالشؤون البيتية حاول أنك تقلل من مصاريفك برضو تفتح مجالات للبعض المكاسب المالية بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثالث اليوم عندك نشاط بالتنقلات والاتصالات ولكن بدك تركز أثناء الحوار من بعض الكلمات وانتبه أثناء قيادتك للسيارة أو لنقاش أو للحوار من بعض الكلمات اللي ممكن تكون مش مفهومة أو أنه تنفهم بطريقة غلط أو أنت تتفوى في بعض الكلمات يعني تكون حادة فبدك تكون حذر أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا بما أنه القمر موجود فعشان يكما نقولكو بينصب اهتمامكو حول إدخال تعديل على مسكنكم أو الاهتمام بأمور الهلاقة بالبيت وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة وبتعرف حياتك العائلية فترة من الراحة والبهجة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء المستوى العاطفي نجد فيه نوع من أنواع رغبتك بالتقرب من بعض الأشخاص أو الأحبة أو أشخاص علاقة قديمة أو شخص قديم بتحاول أنك أنت تتواصل أنت ويا بالفترة هاي وممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بحل مشكلة عاطفية ولكن حساسيتك المفرطة ممكن أنها تسبب خلاف أو جدال ما بينك وبين الحبيب أو ما بينك وبين أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس الأجواء هنا جيدة جدا دعمتك على المستوى الصحي وبرضو على المستوى اللي إلو علاقة بالعمل ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن يكون لك بعض الاهتمامات على المستوى الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكة بتفتح مجالات شوي فيها نقاش أو حوار أو سوء تفاهم أو استياء من تصرفات الشريك فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب وما في داعي أنك تتهول الأمور أو تكبرها أما بالنسبة للبيت الثامن فبتتركز الأجواء على الأمور المالية المشتركة ممكن تحقق بعض المكاسب اللي إلها علاقة بالوضع المالي وممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة اللي هي أموال الغير وممكن تهتم بأوراق أو معاملات أو حتى على يعني أوراق بتتطلب منك دراسة وتحليل وتوقيع ما تتسرع واستشير أهل الاختصاص رح يكون لك بعض الاهتمام في الأمور الغيبية أما بالنسبة للبيت التاسع الأجواء هنا منقول لا يعني احذر إذا كان عندك امتحان أو مقابلي بدك تحذر بدك تركز بشكل جيد ما تعتمد على الحضود أثناء قيادتك للسيارة على الشوارع المفتوحة منقول لك انتبه يعني ما تبالغ ما تجازف بدك تكون حذر أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة جيد وبيدعمك وبيعزز نقاط قوة بعلاقاتك ممكن تتعرف على بعض الشخصيات المهمة أو على بعض الأشخاص اللي ممكن يكونوا منصب أو واسطة معينة فالأجواء بتدعمك بشكل قوي وبتعزز نقاط قوة لإلك أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن يظهر سوء تفاهم أو قلق بتعلق بأحد الأصدقاء أو أحد المعارف أو تهتم بمسألة بتتعلق بمناسبة اجتماعية ممكن شوي ما تكون أنت مبسوط كثير منها ولكن برضو ممكن أنك أنت جامل بس من باب المجاملة مش من باب أنك أنت فرحان لهذا الأمر أما بالنسبة لبيت المتاعب فهنا منقول لك دير بالك يعني انتبه على تغذيتك على صحتك على بعض الأمور اللي إلها علاقة بصحة أحد الأحبة بدها رقابة بشكل جيد ممكن تهتم بالشؤون الغيبيات أو الروحانيات بشكل أكبر برج الجدي طبعا الأجواء اليوم دعمتك بشكل قوي كثير على مستوى الطاقة مستوى النشاط مستوى الحركة رغبتك بالتحرك والاتصالات الاهتمام بشؤون الهلاقة بالسيارات بالامتحانات بالنقاشات بكل الأمور هاي أنت عندك طاقة عالية جدا برضو مشحون بطاقة رهيبة لدرجة أنه اليوم ممكن تحقق كثير من الإنجازات اللي كان صعب أنك تنجزها بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي منجد أنه في ضغط مالي عليك اليوم ممكن التزام أو قلق من وضع مالي معين أو زيادة مصاريف مثلا أو حتى بدك تنتبه على أموالك من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين رتبوا أمورك المالية بشكل جيد حاول تضبطها وابتعد عن المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا القمر بما أنه موجود بشكل زوايا إيجابية إلا أنه هو بشكل زاوية اقتران هي سلبية بطبيعتها بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات بتكونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة داخل المدن علاقاتك اليومية وتنقلاتك بتكون ممتعة وبتستفيد من علاقاتك بالمحيط وممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار ولكن في نفس اللحظة دير بالك من التسرع أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت في ضغط ممكن قلق من وضع عائلي أو مشكلة عائلية أو ظهور اهتمامات عائلية أو بتحاول أنك تعالج مسألة إلها علاقة بأحد أفراد العائلة الأجواء جيدة شيئا ما ولكن ما تهملها أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء على المستوى العاطفي جيدة جدا بتقارب ما بينك وبين الأحبة بشكل كبير وبرضه بتجعل الأجواء العاطفية عندك جياشة وممتازة جدا وممكن يكون لك الاهتمام جيد ما بينك وبين أحد الأبناء أو تعمل تقارب أو تحل مسألة إلها علاقة بأحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على أمور العمل ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال ما تقدر تنجزها بالكامل وممكن يكون لك اهتمام بالشؤون الصحية إلك أو لأحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة وبتقارب ما بينك وبين الشريك تعمل تقارب جيد وممكن محاولة الشريك للتقرب منك أو لا استعطافك أو استلطافك أو حتى مصالحتك الأجواء بتدعمك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثامن الأجواء على المستوى الأموال المشتركة من قلك دير بالك على أموالك من السرقة أو الضياع والمصاريف لزيادة وراق بدك تدرسها بشكل جيد أو تستشير أهل الإختصاص أما بالنسبة للبيت التاسع الأجواء هنا بتركز على أمور إلها علاقة بالدراسة بالجامعة بالسفر بأمور إلها علاقة باتصالات خارجية الأجواء جيدة ودعمتك بقوة وممكن اليوم تحقق بعض الإنجازات الرائعة أما بالنسبة إلى بيتك العاشر بيت السمعة من قلك لا تجازف لا تغامر لا تشوه سمعتك كون حذر ما تخالف القوانين ما تدخل بأي مواجهة ممكن أنها تشوه سمعتك يعني بدك تكون حذر من أي تصرف أما بالنسبة لبيتك 11 اليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء الأصدقاء أو يكون في مساعدة من أحد الأصدقاء لا إلك في مسألة معينة يعني بدك تكون يعني إذا في أحد الأصدقاء بتعرفه ممكن يساعدك في مسألة معينة فاليوم تقدر تلجأ له يعني لإكتساب الدعم أما بالنسبة لبيت المتاعب فهنا منقول لك دير بالك بشكل كبير على الأمور اللي إلها علاقة بالصحة بالتغذية بالراحة بصحة أحد الأحبة هاي الأشياء بدك تنتبهلها بشكل كبير ما تجازف ما تغامر برضو يعني بدك تدرس تحركاتك برج الدلو طبعا اليوم أنت شوي المزاج رح يكون عندك متقلب ما بين إيجابية وسلبية بسرعة هائلة جدا عشان هيك الضبط الأعصاب مطلوب الأجواء فيها إيجابية موجودة حاول أنك أنت تستثمرها بشكل قوي حاول أنك تنطلق للقاء الناس أو للتعارف أو للتقارب ما بينك وبين الأصدقاء غير الجو بقد ما بتقدر على أساس أنه ما تنحكم بالتأثيرات الفلكية اللي شوي ممكن تكون ضاغطة عليك أما بالنسبة للبيت الثاني الأجواء طبعا بما أنه القمر موجود في البيت الثاني عندك ففي فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكون تحذروا من النفقات المتصاعدة تعرف سهولة في أعمالك اليومية وفي الحصول على الأموال والأرباح الأجواء جيدة ولكن بدك تنتبه من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث الأجواء هنا بتركز على أمور إلها علاقة بالاتصالات والتنقلات ما عندك رغب كثير اليوم للحوار والنقاش ممكن تشعر بالملل حتى ممكن يخرج منك بعض الكلمات اللي تتحلل بطريقة يعني مش صحيحة وممكن يصير يعني تكسب هيك زي سوء تفاهم حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان وحاول أنك تتحرك بالأشياء الضرورية ما تهمل الأشياء اللي مش ضرورية وممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار إذا عندك امتحان أو مقابلة لا تعتمد على الحضوض كثير يعني بدك تدرس وتستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع الأجواء على مستوى البيت جيدة وتعزز علاقتك مع أفراد العائلة وممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بمشتريات أو ترتبات أو تصليحات منزلية بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء على المستوى العاطفي فيها سوء تفاهم ممكن يصير فيه سوء تفاهم أو نقاش أو حوار حاد ما بينك وبين الحبيب أو ما بينك وبين أحد الأبناء ضبط الأعصاب مطلوب ما في داعي لسوء التفاهم أو تفخيم الأمور أو تضخيمها لأن حسسيتك مفرطة أما بالنسبة للبيت السادس الأجواء جيدة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن يكون لك بعض الإهتمامات مع الصداقة أو مع زميلك في العمل أو ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة يعني بأشياء بتتعلق بالصحة أو صحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء هنا يعني بنقول لك دير بالك من أي خلاف أو نقاش أو حوار ما بينك وبين الشريك أو الزوج أحاول أنك تكون واضح ما تصاعد الأمور وإضبط أعصابك أثناء التعامل أو التحاور وما تهمل علاقتك الزوجية أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا الأجواء هنا بتخليك تهتم بالأمور الغيبية والأمور الروحانيات والأموال المشتركة والبحث عن دعم أو مساعدة لإلك خارجية على المستوى المالي أو ممكن أنك تطالب بحقوق لإلك أو مكاسب إلك كانت صعب أنك تحققها بالفترة الماضية أو يعني تحصيل بعض الديون اللي إلك أو تعالج بعض الديون أما بالنسبة للبيت التاسع الأجواء هنا ضاغطة على مستوى الامتحانات والدراسة على مستوى أمور إلها علاقة بالنقاشات والحوارات حتى على مستوى السفر ممكن تتعطل رسائل أو بريد أو حتى يصل لك خبر من خارج البلاد يكون شوي مزعج إلك أو أنه تنزعج أنت بسبب أنه تأخير أو فضول تدخل في شؤونك بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة جيد بيدعمك بقوة وبيعزز العلاقة ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل وبرضه بيفتح مجالات إما مؤتمر أو جمعية أو حتى لقاء دورة معينة الأجواء جيدة وحليفة لإلك أما بالنسبة لبيتك 11 على مستوى العلاقات الاجتماعية تقريبا اليوم أنت مش نشط كثير ولكن برضو تحمل نوع من أنواع الإنزعاج من تصرف أحد الأصدقاء أو معلومة ممكن تجيك عن أحد الأصدقاء تسبب لك نوع من أنواع الزعل أو العتب بالنسبة لبيت المتاعب الأجواء تقريبا بنقدر نحكي جيدة دعميتك على المستوى الصحي والنفسي وحتى على مستوى الاهتمام بالغيبيات جيد جدا وحاول قدر الإمكان بس أنك تهتم بمسائل إلها علاقة بصحة أحد الأحبة برج الحوت طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وإنتوا اليوم أكثر نشاط وحيوية من قبل بوسعكم السيطرة على زمام الأمور وتدفع بمصالحكم تقضي فترة من الهدوء والسكينة والطمأنينة على المستوى النفسي بس بدك تحذر أن حساسيتك ممكن شوية تكون مفرطة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي يعني تقريبا ما زالت الأجواء ضاغطة شيئا ما لسه الوضع المالي مقلق بالنسبة لك ما استقرت الأمور بشكل جيد بتحمل فترة هاي بعض المصاريف أو الالتزامات المالية أو حتى مطالبات مالية ممكن تكون مزعجة بالنسبة لك لفراغ البيت الثاني من أي تأثيرات للكواكب ممكن بكرة مع تحرك القمر ودخوله على الحمل يعني تجد بعض الانفراجات المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتركز على أمور إلها علاقة بالتنقلات والاتصالات والحوارات أنت اليوم نشد جدا على مستوى الاتصال أو التواصل أو الاهتمام بأمور إلها علاقة بالتنقلات أو السيارات أو التليفونات ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بأحد الإخوة أو حتى بامتحان أو بمناقشة أو حتى بفرض رأيك أما بالنسبة للبيت الرابع فمنشوف البيت فارغ من التأثيرات فعشان هيك بظل في وضع عائلي معين مقلق بالنسبة لإلك أو بوترك بتطلب منك الحكمة أكثر شيء وابتعد عن أي شيء ممكن يصعد خلاف ممكن تهتم بمشتريات أو تصليحات أو بعض الواجبات العائلية اللي بتكون مهمة ما تهملها بالنسبة للبيت الخامس الأجواء العاطفية جيدة وهي بتعزز نقاط قوة جيدة جدا ما بينك وبين الأحبة وما بينك وبين الأبناء أهم شيء أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان وتعزز العلاقة ما بينك وبين أحبائك وبرضو الحظ بدعمك في كثير من المسائل خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السادس على المستوى الصحي ما تهمل صحتك إذا شعرت بشيء غير اعتيادي حاول أنك تراجع طبيبك أو تأخذ قسط من الراحة أو تأخذ أدويتك وفي نفس اللحظة ممكن يساعدك بعض الأشخاص في إنجاز بعض الأعمال المتراكمة أو حتى تنهمك أنت بإنجاز عمل ولكن ممكن أكثر من عمل فما تقدر تحقق إنجازها بالكامل بدون مساعدة أشخاص بالنسبة للبيت السامع السابع يعني الأجواء هنا داعم لإلك بشكل قوي علاقتك الزوجية أو علاقتك مع الشريك بالفترة هاي صحيح أنك كانت متوترة بالفترة الماضية إلا أنه اليوم ممكن تشعر نوع من الإنسجام أو التقارب الجيد ما بينك وبين شريكك أو زوجك ممكن اليوم تحمل لك مصالحة أو تقارب أو حتى تلطيف أجواء أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا من قلك أنه انتبه حاول أنك ما تهمل الشؤون المالية حاول أنك ما توعد بشيء وما تقدر توفي فيه يعني بدك تعرف وضعك بشكل كامل أي ورقة ممكن تطلب منك تراجعها أكثر من مرة أو تحللها أكثر من مرة لا تكفل حد ولا تضمن حد بالفترة هاي لأنه ممكن أنه يخذوا لك أما بالنسبة للبيت التاسع الأجواء جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات على مستوى الدراسة والامتحانات الجامعية برضو جيدة جدا ممكن تفتح لك رغبة إما بالسفر أو بالتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب أما بالنسبة للبيت العاشر فبنقول لك دير بالك على سمعتك من أي تشويه ما تجازف وما تغامر ما تدخل بأشياء إلها علاقة بتشويه السمعة حافظ على سمعتك قدر الإمكان وما تسمح لحد أنه شكك بقدراتك أما بالنسبة للوضع الاجتماعي بالنسبة لبيتك 11 ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعب بلقاء الأصدقاء وممكن حتى أحد الأصدقاء يبادر بمساعدتك بمسألة معينة ممكن اليوم تهتم بجمعة معينة أو يعني زي دعوة أو حتى فرحة معينة أو مباركة أو شغلة من هذا القبيل أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا اليوم الشمس بما أنه ضاغطة هي والمشتري وزحل سلبيات فعشان هيك منقول لك عطارد فمنقول لك اليوم احذر يعني بدك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد ما تهمل صحتك ما تهمل تغذيتك ما تهمل راحتك ما تبالغ حتى اليوم بأعمالك على أساس أنه صحتك ما تتعب وفي نفس اللحظة ممكن صحة أحد الأحبة تكون بحاجة للمتابعة والرقابة بعض الأشخاص منقول لهم اللي طبعا هدولا بتنقلوا داخل البلدان أماكن مجهولة أو أماكن مش آمنة ما تدخلها وبرضو بتكو تحذروا من تآمر بعض الأشخاص عليكم في الخفاء هاي أهم النقاط اللي بتكو تنتبهوا لها خلال هذا اليوم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة